موسيقى 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 مساء الخير وكل الحكاية مقعد سوريا انتهت القمة بمجرد أن جلس معاد الخطيب واتخذ للمعارضة مكانا بين العرب لم تكن العين تراقب خطبة الخطيب بل مقعده في أول تمثيل رسمي بديل من النظام الذي رأته دمشق استلابا وسرقة وبعد طول كلام وإغداق وعود وتأكيد دعم من مستوى كل القمم العربية جاء إعلان الدوحة ببند سوري هو الأبرز وفيه تأكيد أهمية الجهود الهادفة لتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع تأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر واعتماد الائتلاف ممثلا شرعيا للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية إعلان الدوحة قابله تمسك لبنان بإعلان بعبدة في كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها للقمة مؤكدا التزام لبنان هذا الإعلان الذي حظي بتأييد عربي ودولي واسع ولذلك فهو يحتاج إلى تحصين داخلي وعربي وإقليمي ومن هذا المنطق ننأى بأنفسنا عن القرار المتعلق بسوريا مناشدا في الوقت عينه الجهات السورية المتعارضة أن تمتنع عن استعمال لبنان وأراضيه للأعمال العسكرية لبنان الذي يتقلب على أحداث محيطه ركن إلى استقالة الحكومة فتحول مجلسه النيابي من سيد نفسه إلى سيد كل السلطات وعليه يتحرك مخرج الأزمات الرئيس نبيه بري داعيا إلى جلسة النيابية في الخامس من الشهر المقبل لمناقشة القانون الانتخابي بعد مشاورات خماسية جرت اليوم في عين التيني مع التيار العوني والمردى وحزب الله ولاحقا مع القوات اللبنانية والكتائب أفضت بحسب مصادر عين التيني إلى أن حراك بري يهدف إلى تقريب المسافات ودفع البلاد من حال الجمود إلى التلاقي والتفاهم حول القضايا الساخنة ومنها الحكومة والحوار والوضع الأمني في وقت انطوت كل قوة سياسية على نفسها تقرأ في طالع الاستقالة ملامح المرحلة المقبلة إذن البيان الختامي للقمة العربية يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وحق كل دولة وفق رغبتها في الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر اختتمت القمة العربية المنعقدة في الدوحة أعمالها وفي بيانها الختامي الذي سمي إعلان الدوحة وتلاه نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أكدت ضرورة تفك الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر ورفض الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأعلنت دعمها الكامل للشعب السوري نرحب بشغل الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤولية السلطة في سوريا وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها نؤكد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما هي ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الحر وأكد بيان القمة القرار الذي جرت الموافقة عليه مع تحفظ الجزائر والعراق ونأي لبنان بنفسه ودعا إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا وتأهيل البنية التحتية الأساسية لجميع القطاعات المتضررة وكان رئيس القمة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني قد كرر موقف بلاده الدائم للحل السياسي الذي يحقن الدماء في سوريا وعلى أنظمة الحكمة أن تدرك أنه لا بديل عن الإصلاح ولا مجال للقهر والكبت والاستبداد والفساد وعندما أقول الإصلاح فأني أعني الإصلاح المدروسة المستند إلى رؤية وفكر وإرادة وليس إصلاح الشعارات والوعود الزائفة وباسم الشعب السوري ألقى رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب كلمة مطولة أكد فيها ترحب المعارضة بأي حل سياسي يساهم في حل الأزمة مشددا على أن المعارضة لن تبيع وطنها وأن الفكر المتشدد هو نتيجة الفساد في سوريا نطالب باسم شعبنا المظلوم بالدعم في كل صوره وأشكاله من كل أشقائنا وأصدقائنا ومن ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس ومقعد سوريا في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتجميد أموال النظام التي نهبها من شعبنا وتخصيصها لإعادة البناء والإعمار طالبت في الاجتماع مع السيد كيري بمد نطاق مظلة صواريخ باتريوت لتشمل الشمال السوري ووعد بدراسة الموضوع ونحن ما زلنا ننتظر قرارا من حلف الناد تحفاظا على الأبرياء وأرواح الناس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان أكد في كلمته التي ألقاها في القمة العربية أن لبنان ملتزم إعلان بعبدة لناحية سياسة نأي بالنفس تجاه الأزمة السورية ومن الطبيعي أن يكون لبنان معنيا بصورة مباشرة بمصير هذا البلد الشقيق واستخراره وتقدمه وهو ما زال يأمل في أن تنجح الجهود الدبلوماسية في وقف دوامة القتل والدمار المفجعة وبلورة حل سياسي متوافق عليه من جميع الأطراف يحفظ وحدة سوريا وحقوق أبنائها وجميع مكونات شعبها بعيدا عن التطرف والتشرزم وفي انتظار ذلك وخشية تنزلاق اللبنانيين فئتون الفتنة والعنف على خلفية القتال الدائر على الأراضي السورية توافق أفريقاء وهيئة الحوار الوطني اللبناني فيما عرف بإعلان بعبدة على تجنيب لبنان التداعيات السلبية الممكنة للأزمة السورية وتحييده عن الصراعات الإقليمية والدولية وعن سياسة المحاور وتقرر عقد القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والعشرين العام المقبل في دولة الكويت وبعد تلاوة أعلان الدوحة عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس حكومة قطر وزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر الثاني مؤتمر سحفيا أكد خلاله الوزير القطري أن الحقبة التي يحكم فيها الحاكم شعبه بالدم والحديد والنار قد انتهت أولا غير قضية التكافؤ حق الدفاع الشرعي عن النفس هذا طبعا موجود في كل المواثيق الدولية ومن ضمنها في الأمم المتحدة ثانيا من خرق القوانين الرئيس السوري قتل شعبه ودمر بلده وهذا أكبر من أنه نسمح فقط لتمثيل معارضة مظلومة مقهورة مقتولة وشعب يحرق ويقتل ويؤسر لو أردنا أن نقارن التضحيات بما قام باليوم القادة العرب أنا أعتقد هذا قليل على الشعب السوري والشعب السوري استحق أكثر من ذلك من قبل القادة العرب مع احترامي لكل ما قدم إلى الآن الموضوع الآخر أيضا أنتوا تذكرون أنه هنا عقدنا عدة اجتماعات في محاولة الوصول لحل سلمي ولكن وجدنا أنه في خطة ممنهجة لفقط إضاعة الوقت مثل ما أضاع الوقت مع كوفي عنان ومع السيد الأخضر الإبراهيمي تضيع وقت اعتقادا منهم أنه ممكن يسيطرون على الوضع بالقوة والقتل والأسر وهذا لن يتم قد يطول الوقت ولكن لا يمكن أن يحكم حد بالدم والحديد والنار استشهد طفلة ورجل في سقوط قدائف هاون على مدارس في دمشق ودار الأوبرا والمتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي يؤكد وجود مقاتلين سعوديين في سوريا استشهدت طفلة وجرح آخرون في سقوط قدائف على مجمع للمدارس يقع في وسط العاصمة السورية بحسب وكالة الأنباء الرسمية سانا وأشارت سانا إلى أن أرهابيين أطلقوا قضائف هاون على المجمع في منطقة البرامكة في دمشق وأكد تلفزيون الرسمي السوري أن قذيفة هاون من هذه القذائف استهدفت أيضا محيطة وكالة سانا وأسفرت عن وقوع إصابات إضافة إلى قذيفة سقطت على دار الأوبرا وأدت إلى استشهاد مواطن ووقوع أضرار مادية وأفادت قناة الإخبارية السورية عن وقوع قتل وجرح في تفجير عبوة لاسقة بسيارة في شارع برانيا بدمشق ونقلت عن شهود عيان قولهم أن تفجير السيارة جرى عن طريق انتحاري فيما أشار ناشطون إلى أن التفجير العنيف واقع قرب وحدة الإمداد والتموين في حي ركن الدين بدمشق إلى ذلك تواصل القصف والاشتباكات في مناطق واسعة في البلاد شملت بلدات في ريف دمشق ومحافظة درعا وذكر المرصد السوري أن القوات النظامية استعادت السيطرة على حي باب عمر في مدينة حمص بعد أقل من ثلاثة أسابيع من دخول مقاتلين معارضة إليها سياسيا نقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكساندر لوكجافيتش قوله إن المعارضة السورية المسلحة تحاول وأنصارها في لبنان استعمال بعض الحدود الشمالية المتوترة لنقل المقاتلين والأسلحة مشددا على أن الجيش اللبناني يقف في وجه هذه المحاولات منفذا أوامر قيادة البلاد بشأن منع خلق ملجأ آمن للمتمردين على الأرض اللبنانية وكذلك حركتهم عبر الحدود السورية اللبنانية وفي تطور لافت اعترف المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي بوجود مقاتلين سعوديين في سوريا وقال نعلم بوجودهم في سوريا لكن ما من معلومات كافية عن عددهم لافتا إلى أنه من تثبت عودته من هناك سيجري اعتقاله والتحقيق معه وأضاف لا ننسى أن هناك سعوديين لا يزالون في قائمة المطلوبين سواء في القاعدة أو في غيرها من جهة أخرى رد حلف شمال الأطلسية على تصريحات رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب التي طلب فيها من الولايات المتحدة استعمال صواريخ باتريوت لحماية المناطق الشمالية السورية فأكد أن النات لا ينوي تدخل عسكريا في سوريا وإلى البقاء ننتقل مباشرة مع زميلة راشال كرم للإطلاع على آخر المستجدات في قضية المخطفين راشال مالجديد رائد الآن نحن متواجدون في منزل أحد وجهاء عشيرة الجعفر وتحديدنا الأستاذ راشد جعفر وذلك بعد أن عقد اجتماعا في هذه الدار جمعت أيضا وجهاء من العشيرة ومن عشاء الأخرى هذا الاجتماع كان تبعا لما قامت به هذه العشيرة بتسليم أو إطلاق صراح أحد المخطفين المخطفين الأخير وهو وليد زعرور وتسليمه إلى استخبارات الجيش متحديدا إلى الرائد علي الشريف تم تسليمه هنا في هذا المنزل هذا التسليم رائد بحسب العشيرة كان جاء مباشرة خصوصا رفضا لأي تقاليد تقوم بها العشيرة وخصوصا أن المخطف زعرور كان قد خطف في منطقة تسيطر عليها هذه العشيرة واعتبروا بأن تقاليد عشيرة الزعيدر وحتى العشاء جميعا لا تسمح بأن يكون هناك أي خطف لأي أحد يمر بين بنازلهم أو بين شوارعهم واحتراما لهذا الموضوع تم إطلاق صراح تحديدا هذا المخطف من آل زعرور ويطلبون أيضا من ناحية ثانية من وجهاء عرسال بالقيام بالمثل ورفض أي خطف لأي أحد من الجعفر في مدينتهم هذا الاجتماع أيضا رائد أفضل إلى نوع من تهدئة أو نوع من مساعي جدية تقوم بها العائلة مع وجهاء في عرسال ووجهة أيضا في المنطقة لتسير الأمور ولتهدئتها درءا للفتنة ولمن يحاول أن يلعب بهذه الأمور علمنا أيضا أنه غدا سوف يكون هناك اجتماع موسع أكثر لعشيرة الجعفر سوف يكون هناك بيان يصدر عن العائلة لتوضيح كل ما جرى وما أيضا سوف يحصل وكان هناك أيضا تأكيد ونوع من نية بعدم تطويق توطير الأمور أكثر في الأيام القليلة المقبلة إذن في الوقت الحالي تم تسليم منذ حوالي الساعتين عند الساعة تحديدا عند الساعة التاسعة المخطوف السابع كان موليد زعرور لمخابرات الجيش وتحديدا عضو ذكر إلى الرائد علي الشريف بانتظار ما ستقول إليه الأمور غدا نحن متواجدون دائما هنا في الهرم الرائد إذن الأمور تتجه إلى التهدئة شكرا لزميلة رشال كرم هذا وكانت عمليات الخطف والخطف المضاد قد استمرت اليوم تزامنا مع المساعي الجارية لحل هذه الأزمة تطورات الخطف في منطقة بعلبك الهرمل حيث امتداد عشيرة الجعفر تتغير من ساعة إلى أخرى بعد الأجواء الإيجابية التي طغت مساء الاثنين على قضية المخطوف حسين جعفر في عرسال عادت الأمور إلى نقطة التوتر المضبوط وذلك بعد تضارب في المعلومات عن مصير المخطوف حسين فما كان من الجعفر إلا أن أطلقوا النار على سيارتي بيك أب على طريق الدولي بعلبك الهرمل في محلة البزلية فكانت المحصلة خطف شخصين آخرين من عرسال ليرتفع بذلك عدد المخطوفين لدى الجعفر إلى ستة أوسوا علي وأخذوني زدوني بالسهر ولم ترقوني أنه ما لديه ما لك من العرسال؟ لا ما لديه من العرسال قالوا لي فال المشكلة عبي كبار مع أنه لازم يكون نوضع له حال ديني لازم هالفعاليات تدخل حتى ينتهي المشكلة نحن كلنا أهل هون بالمنطقة عايش مع بعضنا من مئة سنة عايش مع بعضنا ما حالا بيأزي حدا إلى منزل المخطوف جعفر توجهنا للوقوف على تفاصيل مجرام هذا الكاميون بيروح يعني بيأخذ أجاره من صاحب الكاميون خمسين ألف هاي شغلته عم أول مرة بيروح عطول بيروح نهارية بيروح منطقة عرسال بيحمل وبيجي طيب نحكى أنه ممكن يكون تهري لا لا ما قاله أي عسيس هو بيأخذ أجارها الشوفير لا أكثر لعنده مثلا شيء استند علي إلا شوفيرية الشيحنة أبنا نخطف بقلب عرسال وبيعرفوه صاروا ثلاثة أربع سنين سيكن هونيك هني أدوها المروف هني يعرفوا شو الموضوع نحن ما عنا شيء نحن ما عنا شيء مع أهل أوسيل أبنا نخطف عنده يجيبوا أبنا ويدعوا ما دخلك شغل لوجهاء الجعفر كلام محوره التهدئة درءا للفتنة والانفلات الأمور عن السيطرة هذا الخطف اللي صار أبزن صار من وراء بعض التصريحات اللي طلعيت عملة ردة تفعل ونحن عم نقالجها وإن شاء الله هايدي القصة ما منتهي هلأ بها الوقت هايدي معالجة هاودي لحا يتسلم ومنتهي منهي الموضوع اتصالات من هنا وتدخلات أمنية وسياسية وعشائرية من هناك تنشط بعد 48 ساعة من عملية الخطف والخطف المضاد فهل تتوقف القضية هنا أم يرتفع عدد المخطفين لدى الطرفين ويصبح من الصعب ضبط الأمور من بعد باك الهرمل رشال كرم قناة الجديد أهلا بكم الجديد وافق مجلس النواب البحراني على مقترح قدم بصفة مستعجلة لوضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وحث وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والدول ذات العلاقة لتنفيذ المقترح ودع النائب السلفي جاسم السعيد الحكومة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية البحرانية للتحرك الجدي وتنسيق مع دول مجلس التعاون لسحق حزب الله بحسب قوله كما أقر مجلس النواب الأغلبية رفع المقترح إلى الحكومة بصفة الاستعجال مروحة اتصالات ومشاورات واسعة في عين التيني عون يربط مشاركته في الحوار بمناقشة قانون الانتخاب والمستقبل توافق على الحوار تحت سقف الطائف وغيرها من الأخبار في بانوراما محلية للزميل رمز القاضي دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة في الخامس من الشهر المقبل لمناقشة قانون الانتخاب وفي عين التيني استقبل بري الوزير جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير السابق يوسف سعادي في حضور الوزير علي حسن خليل الذي أشار بعد اللقاء أن الاجتماع تناول ورشة الحكومة والمجلس النيابي كما التقى بري النائبين سامي لجميل وجورج عدوان أريد دولة الرئيس وهالجلسة أسمرت عنهم بالأول استشارات بسرعة العمل على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن العمل على إنون انتخابات جديد بأسرع وقت ممكن ورغم أنهم منتهيين من إنون الستين إنهاء إنون الستين قانونيا ودستوريا نحن نتمنى أن يكون في حكومة إنقاذ يعني كل هالأقطاب يلي اليوم موجودة بالدولة اللبنانية يلي بيحكموا بعضهم بالواسطة ويلي بيلتقوا خارج المؤسسات بما يسمى بطولة الحوار ينتقلوا إلى داخل المؤسسات ويجتمعوا بقلب الحكومة يكونوا هن الحكومة ويتحملوا مسؤوليتهم تجاه الناس وتجاه البلد وتجاه المستقبل أو هن قادرين على إدارة البلاد أو من قادرين على إدارة البلاد ربط رئيس تكاتل تغيير والإصلاح أن أبميشيل عون مشاركته بالحوار ببحث قانون الانتخاب شاكرا لميقات تعاونه الجيد جدا مع قوة ثامن من أذار طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة الحوار حتى أعرف شو موضوعه معقول فورا أطلع دغري على الحوار معقول ما أطلع إذا نبحث بقضية زنبابويو وبوكو حرام من نيجيريا لا ما راح أطلع بس إذا فيه بحث بموضوع عنون الانتخابات إيه بتطلع رأت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الدوري في استقالة الحكومة خطوة إيجابية كانت يجب أن تحصل منذ زمن مؤيدة الدعوة إلى الحوار تحت سقف الطائف إن كتلة المستقبل التي تنظر بعد استقالة الحكومة نحو المستقبل بإيجابية وانفتاح تعتبر أن هذه الاستقالة فتحت أبوابا ونوافذ جديدة وواعدة يجب الاستفادة منها وتثميرها لمصلحة اللبنانيين المتشوقين للاستقرار والعودة إلى طريق النمو واستعادة الثقة بالمؤسسات والوطن لذلك فأنها تتطلع إلى الدوري الذي سيلعبه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان نقل نقيب المحررين عن مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني أن الفجوة باتت عميقة بينه وبين تيار المستقبل قال أحمل الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة مسئولية دمي أو أي أزى أتعرض لهم أنا باق حتى انتهاء ولايتي أو إلى يوم وفاتي قبل نهاية ولايتي وأقول لهم إذا استطعتم أقيلوا بفتي الجمهورية فهذه وصمة عار في جبين بعد قيادات المستقبل عقد رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي سلسلة من اللقاءات في السراية استهلها باستقباله المناسق الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان داريك بلامبلي الذي قال أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها للتحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية واستقبل ميقاتي الوزير شاكيب قرد باوي ووفدا من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي على هامش القمة العربية المنعقدة في الدوحة التقى رئيس سليمان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وخلال اللقاء طلب سليمان من أوغلو أن تمارس بلاده بإلحاح نفوذها إلى أقصى الدرجات والضغوط اللازمة والضرورية للمساعدة على إطلاق المخطوفين اللبنانيين في منطقة عزاز السورية وكان أهل المخطوفين قد نفذوا اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت مطالبين رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بعرض قضيتهم في القمة العربية في الدوحة وعمد الأهالي إلى قطع الطريق أمام القصر في الاتجاهين بعض الوقت مؤكدين أن تحركهم هذا هو الأخير قبل التصعيد نفذ الجيش اللبناني قبل تشاطر معاملتين التمرين البحري التكتيكي المشترك بين أفواجه والجيش الفرنسي بمشاركة من وحدات القوات البحرية الفرنسية ومجموعة السفن الحربية الفرنسية جون دارك تضمنت المناورة القتالية مطاردة زوارق تقل إرهابيين في عرض البحر ومهاجمة مجموعات إرهابية متحصنة داخل أبنية سكنية على مقربة من الشاطئ الانتخابات النيابية خشبة الخلاص الوحيدة للسلطة التشريعية وإلا دخلت البلاد في فراغ وفي سابقة يعجز القانون عن اجتراح مخرج لها تحقيق للزميل النانسي السبع لا فراغ في الدستور سابتة لطالما تغنى بها سياسي لبنان حرصا على استمرارية المرفق العام أما اليوم ومع ارتفاع خطر انقضاء ولاية المجلس النيابي فشبح الفراغ يخيم على كل كلام بأسف أقول أنه نحن بعصفرية سياسية ودستورية وقانونية المشارعون على قلتهم يعجزون عن العثور على تفسير قانوني لحال يصفونها بالسوريالية النظام اللبناني الدستوري عم يدخل بمواضيع وبحالات لا سابقة لها ولا بيقدر أي قانون دستوري يكون يحلم فيها دائما دستور بيفترض حالات معقول تخطر على بال قانوني دستوري بعقل طبيعي بينما عم يحصل بلبنان فعلا هلأدي خارج عن المألوف خارج عن الطبيعة أنه لا يعقل لأي دستور طبيعي أنه نقدر يلحظ شو بقدر يصير بك حالات نحن اليوم بحالة انعقاد بدورة عادية مجلس النواب سيد نفسه ويكاد يكون في هذه المرحلة سيد السلطات القيمة المضافة هذه مهددة بالانهيار بغياب أي جهاز دستوري للتحكيم بين اللبنانيين في حال اختلافهم حتى عند انتهاء ولاية المجلس فتعتبر هذه الحكومة المستقيلة وتستمر في تسيير شؤون الدولة الضرورية يدخل في تصريف الأعمال تنظيم الانتخابات وبالتالي مجلس النواب عنده صلاحية التشريع العادي أنه أن لا تنظم دولة لنفسها انتخابات بستة شهر لتسبة انتهاء ولاية مجلس النواب فعلا علامة لسقوط هذه الدولة واعتبارها فعلا دولة فاشلة القانون لا يلغى إلا بقانون وعليه فما على النواب إلا ممارسة أولى مهماتهم التشريع قانون الانتخاب مثل ومتلاقي قانون آخر يحتاج للأكثرية المسمات البسيطة أي نصف زائد واحد من الأعضاء الحاضرين بجلسة بتوفر فيها النصاب يعني بدك 65 نائب على الأقل والنصف زائد واحد للنواب الحاضرين بالقاعة سقالة هذه الحكومة فتح المجال واسعا لدخول في مرحلة إيجابية في هذين العنوانين يعني سواء فيما خاص الحوار أو فيما خاص العمل التشريعي أو عمل اللجان النيابية لذلك من هذه الجزئية أو في هذه الجزئية بالأحرى الأمور هي باتجاه الأفضل مكان الحوار الدستوري الطبيعي هو في مجلس نواب موضوع اللقاء الأرثوذكسي هو موضوع فتنة موضوع انقسام أحد ما بين اللبنانيين وهو بيختلف القرية المقيس نحن نعتبره أصبح جزءا من الماضي سقط هذا الاقتراح لن نشارك في أن نكون شهود زور على هكذا جريمة ترتكب بحق الميثاق بحق اتفاق الطائف وبحق الدستور هذا خط أحمر موضوع اقتراح لقاء الأرثوذكسي أنا برأيي مجلس نواب اللبناني كمان لازم ينسجنوا الكل بغال وينطروا اللبنانيين وتطلع الدخن البيضة جدول أعمال الجلسة التشريعية قد يشكل عنوان خلاف جديد إلا أن التئامها قد يكون المخرجة الوحيدة لتكمل الدولة بما تبقى من مؤسسات ننتقل الآن بمتابعة النشرة الفنية وزاملتنا دارين ما صار خير؟ ما صار نور رائر شو عالنا الليلة؟ الليلة فينا نقول هوليوودية مية بالمية الأخبار من بعد ما حكيت هذه المرة عن السوبر مودل سيندي كروفرد الليلة رح نرجع نتذكر سوى كلاوديا شفر وأيضاً بانوراما رح تكون غنية بالأخبار الهوليوودية وعلى رأس جورج كلوني محبوب النساء ومات دايمن وكيم كارداشن نتابع سوا إذن بعدما تذكرنا سوياً السوبر مودل سيندي كروفرد اليوم نتذكر سوياً العارضة العالمية كلاوديا شفر نتابع سوياً كلاوديا شفر الألمانية الأصل ذات الطفولة السعيدة والمراهقة البريئة كما يصفها الأعلام الغربي والفرنسي تحديداً حيث تعلمت العزف على الفيانو بمهارة وكانتنا المتفوقات في المدرسة لم تحلم يوماً بأن تكون سوبر مودل عالمية حلمها الوحيد كان أن تمشي على خطى والدها المحامي الشهير الذي كان وما زال مثالها الأعلى ولكن هذا لم يدم طويلاً حيث تم اكتشافها وهي في السابع عشر من العمر في أحد الملاهي الليلية في داسو دور من قبل أهم أصحاب وكالات الأزياء الفرنسية وهنا كانت البداية لماذا أعلان غاس كان الأهم بالنسبة لكلاوديا؟ موسيقى من الملاهي الليلية وموسيقى من الملاهي الليلية لم أكن مرحباً أن تكون غابت عن الكاتوك ولكن بالتأكيد لم تغب عن تصوير الإعلانات لتكون الإيماج دماغ لأهم المنتجات العالمية. كما أنها تعود كل سنة لتطل علينا بإعلان تلفزيوني تسوق من خلاله تصاميمها الخاصة المصنعة فقط من الكشمير. حيث بمعرفة من خلالة تصدقل تضيح كمير يستطيع المصنعة يتقطنت أريد الاني Lanka لأموابتها لا يعتبر أن أمسطانا كميرات الآن كميرات الآن لتعجب م Hussein terms كميرات وعندما يتحصل إلى مجرد من مطاقة كميرات 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 أصبح استرنضع أصبع أنا أعطي أن أقول صحيحات وذلك لا أعطيهم أنا أحب سوشي و ساكي أحب أن أعطيه كل يوم بالطبع لا لماذا؟ نتابع سويا قامت أحد الشركات المصنعة للسيارات بإطلاق حملة إعلانية لسيارتها الجديدة على الإنترنت بواسطة وكالة إعلانات هندية وقد استفزت هذه الإعلانات التي جاءت على شكل شخصيات كرتونية رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني لأنها تظهره مع مجموعة من النساء مربوطات في صندوق السيارة كما أظهرت الشركة شقيقات الكارداشين كيم وكيرتني وكلوي مربوطات في صندوق السيارة وتجلس في الأمام نجمة تلفزيون الواقع والممثلة باريس هيلتن الأمر استفز عائلة الكارداشين كثيرا وقرروا رفع دعوة على الشركة كما وصف الأعلان بأنه مقرف وعدائي تجاه جميع النساء يذكر أنه في أعلان ثالث يظهر سائق الفورميلا وان مايكل شوماخر في الأمام وفي الصندوق منافسيه في الفورميلا وان سباستيان فيتال ولويس هاملتون وفرناندو ألونزو وقالت الشركة في بيان نحن نأسف بشدة لهذه الواقعة ونؤكد نحن وشركاؤنا في الوكالة الإعلانية بأن هذه الملصقات تتعارض مع معاييرنا المهنية نصح الأطباء النجمة ريهانة بإجراء بعض التغييرات الجدية في نمط حياتها إذا كانت ترغب في الحفاظ على صحتها والاستمرار في جولتها الموسيقية ونقلت صحيفة سان البريطانية عن مصادر مطلعة أن الأطباء حذروا ريهانة من أن استمرارها في نمط الحياة الذي تتبعه حاليا من حيث الأفراد في السهر والشرب والتدخين يعني أنها لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وأحياء ما تبقى من حفلات في إطار جولتها الموسيقية وأبدى الأطباء قلقهم على وضعها الصحي بعدما أصيبت مؤخرا بالتهاب في الحلق أجبرها على إلغاء حفلين في بالتمور وبوستن وأكدت المصادر أن ريهانة أخذت نصائح الأطباء على محمل الجد فقد ذعرت من الأمر وهي تعرف أن أمامها الآن مهمة هي الاعتناء بنفسها وأوضحت أن ريهانة استأنفت جولتها ولكنها تعي أن عليها الاهتمام بنفسها كي تتمكن من إكمالها إذ أن تعافيها بالكامل يتطلب عدة أشهر تنقل الممثل جورج كلوني برفقة زميله مات دايمن في قصري فاستنغز جرابن في برلين ألمانيا وذلك خلال تصوير فيلم The Monuments Man العمل مكتبس من كتاب للكاتبين روبرت أتسل وبرات تويتر ويروي قصة مجموعة من مؤرخي الفن ومدراء المتاحف يقومون بالانضمام إلى مهمة للجيش الأمريكي خلف خطوط العدو أثناء الحرب العالمية الثانية لإنقاذ مجموعة من التحف الأثرية النادرة من بين أيدي النازيين كتب السيناريو كلوني بالاشتراك مع جراند هاسل هوف وقد سبق لهما أن كتب سوية سيناريو فيلم Good Night and Good Luck في عام 2005 الفيلم بطولة مات دايمن، بيل مراي، كيت بلانشت، جان دو جاردان و جون جودمان تابع الممثلة الإيطالية جينالولو بريجيدا وهي واحدة من رموز الإغراء في زمن الخمسينيات والستينيات بعضا من مجوهراتها الماسية لجمع أموال لأبحاث الخلايا الجزعية وقالت أن الوقت قطحان كي ترد الجميلة للحياة السعيدة التي عاشتها وبعد مسيرة فنية في فرنسا وإيطاليا وهولوود قالت لولو بريجيدا أنها بدأت في شراء المجوهرات من ملغاري لاستمتاعها بإنفاق الأموال التي كسبتها من عملها واعتزلت لولو بريجيدا 85 سنة التمثيل في الثمانينيات لتتفرغ للتصوير الصحفي والعمل الخيري والنحت وقالت أن الوقت قطحان للاستفادة من ثمن هذه المجوهرات وسأتعرض 22 قطعة مجوهرات من مجموعتها في مزاد في قاعة صزبي في جناف يوم 14 أيار بعد عرضها في لندن ونيويورك وروما وذكرت الممثلة الإيطالية أنها ستهب عائدات المزاد لتمويل بناء مستشفى لأبحاث الخلايا الجزعية شو أخبرك؟ لهم تكون تهيت النشرة الفنية أنا حبيت الخبرية اللي كنت عم تقل ليها عن السيارة أنه إذا فعلا بدون يقولوا أنه السيارة كبيرة وصندوقها بساعة لا لا ما فيها فكرة ما فيها كرياتيفتي صح بس أنت خبرتنا عن فكرة آلان حالو ترجع تخبرنا للمشاهدين لا 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 ما تقول شو هي السيارة بس خبرنا الآلان يعني كيف الفرق بين الآلان الخبرتني وهذا الآلان معنا خضرني ياه الفكرة كنت عم بحكي تحت الهواء أنه يحطي بينه حجم السيارة من جو فالمفروض أنه في عائلة مع ولادهم قاعدين جو أحد الديركسيون وفي الكلب البات وراء بآخر معاعد بالسيارة فالمفروض أنه يكبولوا شي لحطي يكلها بيبينولك أنه أخذ وقت طويل لحطي وسط اللي عنده فهون عم يعطوا مجال للمشاهد أنه هو يتخيل موضوع بطريقة اللي بتلاقيه صح ما فيك تتحطي له أنا خلص هالقد هيك بتكتشوفه خاصة لما يكون فيه استغلال صح وهون ما عم بيستغلوا المشاهد بالعكس مشاهد هنا عم بيكون زك تانكيو لألك رائع لألك كمان وللمشاهدين شكرا لألك دارين الآن طبعا تذكير بأهم ما جاء في نشاطنا أعلان الدوحة تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما به ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الخرب والإئتلاف يملأ كرسية سوريا أستأذنكم في دعوة السيدين معاد الخطيب رئيس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لشكل مقعدي الجمهورية العربية السورية في هذه القمة سليمان للقمة ننقى بأنفسنا من القرار الخاص بسوريا في البقاع الخطف ناشي بر يضع إلى جلسة نيابية والمستقبل يرد لن نشارك في أن نكون شهود زور على هكذا جريمة ترتكب بحق المثاق وحق اتفاق الطائر شكرا للمتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة